موسيقى من اللي تكون صغير يتوقع لك أحداث و تتحف في مواقف لا تشعر بالدقة و لا تشعر بالتقل حتى يدوزوا سنوات و تتحاول تتقلب على ذلك و تتحاول تفهم على جدرتك و تجد رأسك غلطي و تتحفظ لكل اللحظة و تتحفظ لكل اللحظة و تتحفظ لكل اللحظة و تتحفظ لكل اللحظة انا اليوم جيت بس نحكي لكم القصة و نشكر الراوي مدي و نشكر قناة قصص مغربية و واقعية جوج لقد اعطتني هذه الفرصة و لون فرغي واحد في المئة و لا جوج في المئة و لا عشرة في المئة من هذا الشيء و حاولت بزاف ديالطرق و لكن مازال دامريكي النبني و مازال بزاف ديالحواش كترة و ليه في دماغي حاليا نخلي لكم القصة من اللول باش تعرفوش نطرق في سنة 1998 في سنة 1998 في الساعة كانت عندي 18 عام تقريبا و ذلك الساعة كانت كان الوالد ديالي انا في الخارج كان هو مشا بكري و بحكم انه مازال ما كان ذلك الساعة ما صايب الوريقات دياله ما صايب والو ما كان كنقى صعوبة باش انا نلاحقوا عليه ولا عيط الوالدة ولا انا حيث كانت غير انا و أختي كينين اختي كنت باقى صغيرة ذلك الساعة وهو كان مشا بكريشي شوية هو كان في 92 93 بحلقة كمشا وبقى في مشكين مع الوراق باش انه يقدر يجيبنا لعنده تمه فعلا فاش وصلت انا ذلك الساعة كانت عندي 18 عام كنت باقي في التانوية كانت واحد البنت في جيرنا كانت عندنا واحد العلاقة خافية بيناتنا يعني مننا كنا بقين صغار نحن كنبغو بعدياتنا تنطلقعوا خفيتان كانت الوالدة دي الهام اللي كانت جاعدنا للدار تنخرج اناياك تتبعني اياك نطلقعوا وكنديروا بزاف 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 ديال الحويج وانا ذلك الساعة كنت تكبر منها يعني كانت عندي 18 عام يعني كنت عارفش كندير وعارف يعني ذلك اللحظة ولكن ما عارفش الخطورة ديالذك شي اللي كندير يعني تابع غير ذلك المراهقة ديالي وذك الشهوات ديالي وذك شي فعلا حتى الواحد النهار كانت معايا كانت صفتتها الوالدة باش تراجع معايا شي حاجة يعني عنده شي دروس وعنده شي حويج غير تراجعهم حتى انا كنت سابقها شي شوية وكانت هي في التاسعة ديالك الساعة وكان عنده المتيحان وقالت لها صيري عند فلان ريقد ماك الامور ديالي وذك شي رعا يتلمور غا تكون موت امه وصفتتها امه وجيت عندي ودابا الام ديالها تقت فينا وتقت في القدرات ديالي حتى كنت كنقراء وكنت كن اضرب باللغات اضرب باللغة الفرنسية وبالزاف ديال الحويج وصفتتها لعندي بديت الراجع معها شوية الوالدة ديالك الساعة كانت خرجت المرش قلت لي انا اغمشي مع المرشي انت مع اختك راجع معها وذك شي بيد ما نجيت هين فاش خرجت الوالدة الشيطان دخل ديالك الساعة بقيت غير اناوية اختي باقة صغيرة ديالك الساعة كتلعب في البيت وطراء اللي طراء والبنت ما بقيتش بنت وولات مرأة طراء اللي طراء بلا ما ندخلو بزاف التفاصيل باش ما ندخلوش في الحويج اللي تقدروا الديرانجيكم تقدروا تكونوا كتسنطوا مع عائلتكم وذك شي راكم فهمتوني اش بغيت نقول للأسف ماشي للأسف اني انا درتها الراسي يعني ما مشي مقون اللي جات نسبيوا في شيطان صراحة انا من اللي كبرت وبديت الراجع الأمور حسيت براسي باللي غلطت و 18 سالنا را تبارك الله راني كبير ما كانش عليها من نهائيا ندير هذك شي اللي وقع ما لنا البنت مسكينات تصدمات جاء الألم خاطرها بزاف ما اجباش ذك شي اللي وقع تخلعت خافت من ماماها خافت من ابوها ببوها صعيب صعيب بزاف اللي مشي تعرف دك شي مشكلة وانا كنت عندي واحد تخوف يعني من اللي سالينا صعفي وعاد عرف تراتي شك ندير وخفت لات مشي تحمله ولا شي حاجة وبقى في هذك الموقف شديت لها فيديا وقتلع شوفي سلوى هنقول لك حضرات يا الرجال انا كبر منك شوفي انا غنضير اللي في جادي اللي في جادي باش انني نبقى واناويةك انسامبل وانتزوج بيك ما تخافيش ويدفيد ديك انا ما كانت تفلاش انا درت هذا الشي هذا وانا غنقذ به كتلها تقي فيها وقال لي الله ورغم اللي غنكبر ويقدر يجيش واحد يتزوجني غنقول ليهم بقى نكذب عليهم مبارك عرف صعيب وبقى تكتبكي وتخلعت تخلعت لدرج انها كانت بغا تهرب قلت له احد ما غنقبه هذا الشي هذا اللي طرعي لك هذا الشي هذا اللي بقى بيناتنا هي دخل الوالدة صافيوش دخلت الوالدة سمعتها حلات الباب قلت له صافيسكتي وجميه ضربت طم ما تقول لي شي حاش بقى ندير رأسنا بحل لك الراجعه صافيغي دخلت الوالدة ازاتي ادواته ومشاة البطار هذا اللي كان ادر لكم عليه رمكي لا واتساب لا تليفون لا والو كان غاهم عندهم الفيكس في الدار لأي تيك تجاوبكم مولب بها يعني رأى كان صعيب صعيب لحال شي شوية بقيت انا مرة مرة تنطلقها معايا يعني كنمشي المدراسة فين كينا هي وتنطلقها نويها وتنصبر فيها وتنوع اعداب اللي غنقوه مع بعدياتنا وغنديروه وغنفعلوه وقلت له رأي شاء الله الوالدة رأي خدم على الوراق باش يديني براه وملي غنمشي البراه غنخدم وغنرجع عندك وهادي وهادي فعلا في ذاك الموسم الدراسي فديك الموسم الدراسي Tú كنت انا نجحت وكندد الساعة الصيف كنت بقى عنده 16 عام وكان الجأس الصيف يعني يعني انا ما قدتش بتطبط فوقه شوق عليه مع المشكل ما في ذاك اللحظة في ذاك العام اللي وقع لي معا في المشكل في الصيف ديالو كان جالو الوالد قادليرو ريقات ديالي وقادلية ريقات دية الدية وغنقبني معاه يعني قبل ما نمشي معها طلقت معاه وكتل거야 شوفي دبعنا رغم شي مع الوالد وغنخدم ان شاء الله وغندير المسائل ديالي وغادي نجي عندك وما غاديش نتخلى عليك واللي بغي يختبك واختار عايش يسبه ولا شي حاجة وان شاء الله رغم قنعيط الوالدة ونصفت لك الرسائيل وغا نصفت لكل شي غير بقيمها يفتصال وما تخليش عليها نهائيا ايه مسكينة كاتبكي وقال لي انا ما نقدر نضملك والو وما نقدر نوعدك باتجي حاجة انا اللي دروا وليدي ايه غنغن نقول لهم اه غي سمحلي يا وادي وادي ويبقى ما عارفه عايش ديك الساعة شنو طاري ليها مشيت انا في حالتي خدمت مع الوالد بقيت خدام شي شوية بخير غادي بوريقاتي كلام ركي جدد معي الكنترا دازو السنوات انا بديت تنكبر صراحة باش من قولوش زما يعشت حياتي تمام مع القوريات مع البرانيات عشت حياتي باش من منكونوش منافقين ولا نحاولو نلمعوا الصورة ديه شي واحد انا كان هضر ليكم على تجريبتي الخاصة وكان هضر على راسي خاصة ما كان متلش الرجال ولا ما كان هضرش بصفتي الرجال كان هضر على تجريبتي الخاصة انا يا ما علينا سيادي انا ديك الساعات سافي بديت تنكبرش شوية تنحاول تواصل معها تنصفت لها الرسائل تنصفت لها تنعيط الوالدة تنقول لها شوفي ربغي تنتجوج بها وغرق بها وصير يسولي امها وقول لي لي يا راول دير تبارك الله راكبر و ربغي تتجوج بنتكم وهادي ودي خليلي ليوم هاد الفكرة في راسا في علاك شوية كنت كدتقول لهم الوالدة وقد تمشي عندهم قلت ليهم الولد در تبارك الله خدام ورغي يجي من الخارج ويدير لازم مع ابنتكم وهادي وهادي شوية كنت اصلت بالوالدة واضعت واحد المدة اصلت بالوالدة قلت لي اشوف رأسله ووالدين راح له مع الموت تشي واحد راح له قلت له كيف حسر غير له قلت لي انا ارا امها زعم ما كانت الاقا حدث معها وضعها وما قلت لي اوله قالوا حتى غبرت واحد السيمان هم اللي مشيت تنسوا ولا لقيتم غبروا تسلوا موقع تكتب اللي في الدرب كيفاش هاد الناس هادو غبروا كيفاش غبروا ما دخلتش لي هاد الفكرة الراسين يائيا ما دخلتش لي هاد وما بغيتش نتقبل هاد الفكرة هادي بدوتي دورو لي هاد افكار خيبة في دماغي قلت الوالد انا ضروري خصني انا بطحة حتى من بعد ما جيت انا اي دازو سنوات وكان ولي عندي لحقنا بطل المغرب قلت الوالد راني جمعتشي فليسات رابطنا بطل المغرب ضروري اي توجهه ان كان اللي يلحم لك الوالد رابطنا بطل المغرب قلت ليا صافر ارت الصيف ان شاء الله ونبطوهاونا وياك فعلا جا السيف هبطنا في حالتنا لمغرب مشيت لعنده والدة قلت له شو ما كانوا كاريين واش دارهم ما دي قلت لي لا را كانوا كاريين تماما قلت لها بقدت بنا هادر معقول الدار قلت نسوول وقلت نعرف شي حاجة قلت نعرف فين مشاهو ارادةك البنت قلت بغيها وبعدني اتزوج بها قلت لي عجبرة مع الموت شي واحد وثانا مشتش زماء الكاميولا وهنا ونظر الى حوالي يجدك واشا ماشي بالليل واشا ما اعرفت اي شي حاجة ايوه سيادي انت سويلت مول الدار معاك امول الدار ساكن فوق منهم السلام عليكم السلحاج لبس عليك بخير قولي يدي الناس ادو فين مشاو قل لي انا رفعش اون يا ولدي رجع عندي الراجل قل لي اهكس وارتك رحنا ليهم اغررحلوا في حالاتنا قلت لي زعمان انا راما ايكلا باس فين وقع فينا دي قلت لي عندك شي نمر ديالهم ولا شي حاجة ديالهم كان ذاك السعب دا وبانه تيلي فونة ودك شي قال لي فعلا راح خلالي الراجل لنمر دياله رع عندي النمر دياله لا بغيتي انعطيها لك فعلا اختيت النمر اتصلت بيه اه لو امي لابس عليك بخير انا ولد فلان فرد الملان واشا عقلت عليها قال لي عقلت عليك اولدي ايكلا باشنه بغيتي قلت لي الله ارحم لك الوالدين فين بش قل الي لاشيك تسول قلت لي رابجتي نشوفك امي الله ارحم لك الوالدين بطريقة نرى بك ضروري في مسألة مهمة قالي ينا بعيد عليك ولديدابة ونرحلنا من تمامة والله يرحم لك الوالدين لا تجمعنا بك شيئ شيئ وقام till them قالته الله يرحم لك الوالدين أكثر منهم لا تجدني أن يطولي نزيع الحر معك أنا أحد المسألة حسيث لا أعرف شيئ شيئ أكثر من يطولي ما أقول لك إنه سنوات يتتذك وتتذكت ربما وقام لجله يرحم لك الوالدين قال النهاية الله يرحم لك الوالدين انتا لما بعد مني وما تجيش تضر معي لجيشتا عنديل غن تصرف معكش تصرف معيش بكش. قلت لي لا ارحم لك الودينا نجي عندك فرش خنيدك دقني ندير فيي اللي بغيتي غي قولي يا في انتا نجي عندك فين ممكنتي. قل لي يا والدي احنا رأى في البلصان فلان فلانية اجي عندي لبغتيتش. وانا رأى ما نضمنش لكي دك شلين قدر نديره معك. قلت لي انا غن نجي ودير اللي بغيتي. فعلا ازيت اه ازيت الوالد قلت لي يلا امشي ونرسي عاودت الوالد في الطريق عاودت له كل شي يعاوتو لي. قلت لي rapistre aspirata aspirata고 bassemışش. احتضر لي لhomme. قلت ليه دير الوالد الذي بغيتي يدير الذي بغيتي ما احققت. بده الوالد قد ينصح في له وأيضاء Charging an alerted سيدي هوا جاي مقدب بيخير جايتي تمشاتي بيخير كل شي مزيان هوا بيخير هوا تيجي هوا تيجي توصل عدنا ويضربني بوحد صرفيقع اضربني بوحد صرفيقع زاد كمل عليا عبتي بنجني بدك صرفيقع تسحب لكم الواليد قال لي علش ضربتي يا ولدي ابجوج بجوج شادني الواليد هكا ويقول لي اعطيه زيده اعطيه اعطيه زيده اعطيه بتشبعه في يد صرفيقع ويضربني من هنا ويضربني من هنا والناس كتشوف والناس جاوكي في الكوية كلها بس الوالد انت يقولوا ما دارا والدي والسيدة جاري وهذا الوالد هذا في صرف العيب في جاري وخصوص هذا الوالد هذا يتعلم احترم الجيران خلي يعطيه انا بواء خلي يعطيه والناس كتشوف صافيتي كسافرت كل جوقة وجرني الوالد هو وياه والدوني تسحب كتشوف نقلسنا في قهوة اعجروني يشدوا واحد تاكسي قال لي انا نقلل واحد البلاسة وليت تعيق فيه يعني كان بامكانه يدينا شي بلاسة ويدير فينا شي مصيبة والدوني لواحد البلاسة قلسنا خليل خلا وبدأت يقول لك لاش درت هذه المصيبة هاش بدأت يعاود لي يا مسكين بدأت يعاود قال لي يا بنتي فين ما كان جيب شي واحد جيب غي يخطبها وليتجوش بها كانت كتقول لي يلا بما انتجوش كتلاى علاش انتية فين ما نجيبلك يا راجل تقول لي يا لا ولا انا نصيرها ويتعاود لي وقد مرغبت إليها وتطورت عليها ويفيت لها .. كنت مواعدة وكنت كنت تعيط وليכשienne وليكنت بجي عندكم تستطيع تنبيض ويسر لكم دعوني لو شئ لها يتطور نبدا وكنت يواجث فيهاHeh. كنت مواعدة وانت عاييل ذا نتحمل الخطأ كنتמ في أستخدمهم ومرضيت بتنضرب منتي기ermo تزوجتها صحيدي ايش يتضم مرضات و مرضات في صحتها بنا و انا ستكلف بالبنت بكل شيء الي لها انا اللي صرفت فيها هذا الشيئ هذا و انا اللي تعديت لها هذا الشيئ كامل و انا اللي ستكلف بها هذا الشيئ كامل انتوما ماشي شغلكم عاودوا ويشعل معي بوحد صرفيقة غضب 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 واحد الغضب قوي 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 بزاف والوالدة اسم معني الهضرة وفعلا مشينا انا والوالد مشينا عند البنت البنت المسكينة غا شافتني بدا تتبكي وكتغوت جا هذك النهيار العصابي بدا تتغوت لذك العذاب اللي داز عليها مهم عن نقطها وبقى في الحال بزاف 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 عن نقطها وبقيت كنبكي وفعلا مشينا قد دينا الوريقات دينا وكتليها انت عمي انا ما نقدرش دبنت ديها معي البرا رخصني نمشي نضيعت الوراق هذو وندفعهم تماما بشي خرجوا لي الفيزا دي لها ونقدر نجيبها معايا مهم هذ المساطر كلهم تبعناهم في ضرف ديال 6 شهور قدرت انا نجيب مراتي معايا دابا ومن ذاك العهد ليومنا هذا دبرا عدنا جوج بنيتا تخرجوا لينا طوام تبارك الله احنا را كان بغلوب عديتنا الواحد درجة كبيرة 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 بزاف والحمد لله قدرت انها تناسق ذاك المشكل اللي وقع وتصل حاج جراء مع دارهم ومعبها وبعد المرات يجيج قولي يا غاس محلية على ذاك التصرفيق اللي اعطيتك وبا والولي تقولي يا مزيان اللي اعطاك ذاك العصام مزيان مرحك مزيان انا مكررش كونفرش خلق ذاك الراس على ذاك شواتي بيا شو من طرابية ربيتك هذه الطرابية اللي ربيتك انات شواني مع الجيران والدنيا هذا البسالة وهذا سيدي دبار احنا عايشين بخير علينا كمشيو نخرجو ندخلو نخرجو نحنا في الديار الفرنسية الحمد لله مخصنات شي خير وكنشكر هذه القناة هذه اللي اعطتنا هذه الفرصة هذه واللي زا تشجعني نقول هذه القصة اللي وقعت لي اياه هو ذاك السيد اللي كانت وطر عليه نفس المشكل ومشى البراء وجاء والقلب انت وخرجت للدعارة وذاك شي وقلت انا نفس المشكل طرع ليه مع هذه المرأة هذه غيو انا شكي الخر وقلت ولا بود نجي تانا نفرغ عليها ونحكي هذه القيصة هذه كنشكركم بزاف على الاستماع وكنشكر راوي مدي وكنشكر قناة قيصة مغربية واقعية جوش اشتركوا في القناة